ما هي التربية المدنية؟ تعلمنا التربية المدنية كيف يعمل النظام السياسي للبلد فمن خلالها نتعرف على حقوق المقاطن وواجباته وعلى كيفية المشاركة في صنع القرار يعيش ماكس في سويسرا عموره 16 عاماً لم يبلغ بعد سن التصويت لكنه يشارك بعد بنشاط في الحياة السياسية هو يجمع التوقعات لمبادرة تطالب بتحسين مسارات الدراجات الهوائية في مدينته يعود اهتمام ماكس بالسياسة إلى والديه أمه كانت عظواً في البرمان البلدي وغالباً ما يدور الحديث عن السياسة في المنزل ماكس يبحث أيضاً عن المعلومات على الإنترنت ويناقش مع أصدقائه مواضيع شتى على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن القول أنه تلقى تربيته المدنية مع أسرته وأصدقائه وعبر وسائل الإعلام الاجتماعية أما آخرون فسمعوا بها في المدرسة مثل تمارا التي هاجر والدها إلى سويسرا لم يكن والدها يعرفان الكثير عن النظام السياسي السويسري حتى تمارا لم تكن مهتمة كثيراً بالأمر ما الذي جعلها تغير رأيها؟ ذات يوم كله ففصلها بالتفكير فيما يمكن تحسينه في البلاد تمارا اهتمت قبل كل شيء بفكرة منح المزيد من الحقوق للمهاجرين لاحقاً أصبح التمارا مواطنة سويسرية واليوم يقارب سنها الأربعين وهي تمارس بانتظام واجباتها المدنية وتستقل معلومات عن مواضيع الاستفتاءات من وسائل الإعلام غالباً ما تعتبر وسائل الإعلام السلطة الرابعة ورغم أن الصحافة لا تشارك مباشرة في السياسة فإنها تمارس تأثيراً كبيراً على رأي العام تكتسب التربية المدنية أيضاً من خلال نشاطات الأحزاب السياسية بما أنها تنشر معلومات تصهم في تشكيل الرأي العام لماذا من المهم جداً استعلام الشخص عن حقوقه وعن الديمقراطية؟ لا يمكن للديمقراطية أن تعمل إلا إذا كان الناس على علم بقواعدها ويشاركون في التصويت تعاني العديد من الديمقراطيات من ضعف المشاركة نتيجة نقص في التربية المدنية في سويسرا لا زال يتعين تحسين بعض الأمور هناك أسباب مختلفة تجعل الناس يحجمون عن التصويت فالمواضيع تكون معقلة للغاية أحياناً وصعبة الفهم أو يعتقد الناس أن صوتهم غير مهم لقد أظهرت دراسات أن سويسرين يعتقدون أن التربية المدنية هي أفضل وسيلة لتحسين الديمقراطية وهي تساعد أيضاً على شغل مناصب طوعية مهمة في الحكومات التنفيذية لأن النظام يحتاج أيضاً لمواطنين أكفاء على استعداد للانخلاط بشكل طوعي تبعاً لذلك تعزز التربية المدنية المشاركة في العملية الديمقراطية فالنظام السياسي لا يشتغل كما ينبغي إلا بمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين